بسم الله الرحمن الرحيم ثري فقير مؤمن كافر حاكم ومحكوم الكل بلا استثناء سيكونون تحت الأرض فبالتالي عندما ترى أحدا يتمزق ويتألم والبعض يتسخط إذا فقد شخصا حبيبا عزيزا عليه وفي الحقيقة أننا كلنا سنموت لن يبقى منا أحد على وجه الأرض ولكن نحن كمسلمين عندنا البشرى عندنا الأمل أمة الإسلام هي أكثر الأمم دخولا في الجنة لا يوجد عندنا وداع ونهاية في الموت إنما هو فترة وجيزة ثم التقاء في الجنة نحن نعلم كمؤمنين أننا في اختبار مؤقت وأننا سنذهب عاجلا أم آجلا إلى أرحم الراحمين رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الرحمة هو الذي خلق الرحمة هو رحمان السماوات والأرض نؤمن بأن المسلم يملك أعظم بطاقة في الوجود وهي مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تبالغ في الحزن أخي أختي فإن الوعد الجنة المؤمن المسلم موعود بالخير عند الله سبحانه وتعالى نحزن نعم نحزن على فراق الأحبة ولكن لا نسخط ولا نقنط ولا تنتهي الحياة في عيننا وكأنه الفراق الأبدي والعياذ بالله أبدا والله إنما هو الوعد إنما نحن على وعد مع أهلنا وأحبابنا في جنات النعيم سنجلس على سرور متقابلين فاكهين متنعمين نتذاكر أيام الدنيا أبشركم أن الله عز وجل وعدنا في كتابه العزيز أن المؤمن سيلتقي بأحبابه وأبنائه وآبائه وزوجاته في الجنة إذ من أعظم النعم ومن أغلى الأمور عند الإنسان هم أحبابه وأهله في سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم لذلك نحن كمسلمين لا ينقطع أملنا ورجاؤنا من الله أبدا لا يوجد يأس عند المؤمن إنما هو إيمان ويقين أنه فراق مؤقت وقصير جدا ولقاء قريب في جنات النعيم في قصور وأنهار وسرر وإستبرق وحرير إنما هي نظرة النعيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في دار الجمال في دار السعادة في دار الأمنيات لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنه النعيم الأعظم إنه النعيم المقيم فبشرنا سبحانه وتعالى أننا كمسلمين سنجتمع بأهلنا وأحبابنا وأقاربنا في الجنة من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والزوجات بشرنا سبحانه وتعالى فقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء عن ابن عباس قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وعن ابن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا رب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به قال الزمخشري فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة الحور العين وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وإذ رؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار قال السعدي في تفسيره جنات عدن أي إقامة لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اجتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات وفي قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم قال البغوي في تفسير الآية والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قيل من أبواب الجنة وقيل من أبواب القصور وشتان بين قصور الدنيا التي هي مستعمرات على جناح بعوضة وبين قصور الآخرة قال ابن كثير أي وتدخل عليهم الملائكة منها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي بالتحف والهدايا من عند الله تكرمة لهم سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم عن اتباع الشهوات وعن عبد الله بن سلام وعلي بن حسن رضي الله عنهما أنهما قالا إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم ينطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولهم إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم فيقولون من أنتم فيقولون نحن أهل الصبر قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصية الله وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا قال علي بن الحسين فتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وهذا مصداقا لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أهل الجنة يا أخوة يتذاكرون ذكريات الدنيا في قوله تعالى في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين وهم يتحادثون ويتسامرون فتذكر أحدهم صديقا له في الدنيا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وفي سورة المطففين قال سبحانه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أهل الإيمان الذين صبروا على أذية الكفار الله سبحانه وتعالى يعطينا مشهدا من مشاهدهم في الجنة وهم يتحدثون ويتذكرون ما كان يحصل لهم في الدنيا بعد أن فازوا بالجنة وتذاكرون أهل الجنة أيام دعائهم في الدنيا فيقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم يتذكرون أيام الدنيا أيام ما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلما دخلوا الجنة علموا ورأوا أن الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم البر هي قمة الإحسان والرحمة والود والحب رأوا أن الله سبحانه وتعالى سميع مجيب سميع رؤوف رحيم ودود كريم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم رأوا كيف أن الله استجاب لهم وأدخلهم الجنة ومن الآيات المبشرة في سورة الزخرف قال تعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون قال السعدي في تفسيره أنتم وأزواجكم أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم تحبرون أي تنعمون وتكرمون ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات لذات الجنة يا أخوة يا أخوات لن قطاع لها الحزن الله سبحانه وتعالى يمتزعه من أهل الجنة فيقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ويطهرهم من الغل والذي خلق المشاعر والإحساس فيعطيهم من الأحاسيس ومن السرور مالاً قطاع له أبدي سرمدي في زيادة لا تخطر على قلب بشر ولا يتصورها عقل إنسان قال سبحانه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون اللهم لك الحمد على التذكير اللهم لك الحمد على الرحمة وعلى الحلم ما أحلمك يا رب على من عصاك اللهم اجمعنا مع أحبابنا وأبنائنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في جنات النعيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي والدي والدي وارحمهما وأكرمهما كما ربياني صغيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة